كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في رياض داء الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة وشهد اللقاء تبادل ودهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكرية في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق الأرواح أرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني شقيقة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أن الزعيمين توافق بشأن أهمية مواصلة تنصيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بانتهاب مصار التهدئة ودمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة مع التشديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتدويع وتهدير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني كما أكد الزعيمين أيضا على الموقف الثابت لمصر والأردن في هذا الشأن بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يتأتى إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعات الشرعية الدولية بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة